اشتركوا في القناة اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صلي على محمد وعلى اهل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اهل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى اهل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى اهل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد فهذا هو الدرس الاول من دروس مدرسة الحياة لشهر رمضان سنة 1431 من هجرة خير من وطئ الحصى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والذي يوافق يوم السبت الرابع من شهر رمضان والموافق الرابع عشر من شهر اغسطس وكما يعني تعودتم في كل رمضان ان هذا الدرس علم على شرحي على كتاب صيد الخواطر لالامام ابن الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى وهو الكتاب عبارة عن خواطر وملح كانت تمر على خاطر ابن الجوزي فدونها بقلم سيال كما كان لسانه منطلقا في الوعظ على سجيته يتكلم بالاعاجيب والغرائب من الجمل المعجبات التي كان كلها على سجيته وهذا تقريبا يعني في سائر كتب الوعظية ظاهر وبين وقد اخترت خاطرة له سأقضي معها ان شاء الله عز وجل يعني الاسبوع كله تقريبا اشرح فيها لانها طويلة وفي نفس الوقت مهمة وتشتمل على اشياء كثير من اصحاب الهمم يتعذبون بسبب ما تعذب به ابن الجوزي فلعلي استطيع ان يعني اجد حلا لاصحاب الهمة العالية الذين لا يساعدهم الزمان على ادراك ما يتمنونه ولا زال مرء معذبا بهمته العالية كما قال القائل اظن ابو الطيب اذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام اذا كانت نفسك كبيرة وفتية فاشق الناس بهذه الروح هذا البدن الذي ركبته هذه الروح في الحياة الدنيا يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى قلت يوما في مجلسي لو ان الجبال حملت ما حملت لعجزت فلما عدت الى منزلي قالت لي النفس كيف قلت هذا وربما اوهم الناس ان بك بلاء وانت في عافية في نفسك واهلك وهل الذي حملت الا التكليف الذي يحمله الخلق كلهم فما وجه هذه الشكوى فاجبتها اني لما عجزت عما حملت قلت هذه الكلمة لا على سبيل الشكوى بل ولكن للاستروح وقد قال كثير من الصحابة والتابعين قبلي ليتنا لم نخلق وما ذاك الا لاثقال عجزوا عنها ثم من ظن ان التكاليف سهلة فما عرفها اترى يظن الظن ان التكاليف غسل الاعضاء برطل من الماء او الوقوف في محراب لاداء ركعتين هيهات هذا اسهل التكاليف وان التكاليف هو الذي عجزت عنه الجبال ومن جملته انني اذا رأيت القدر يجري بما لا يفهمه العقل الزمت العقل الاذعان للمقدر ارجو ان الاخو بس لان الخطيرة طويلة ودسمة فمش عايز مستراح يعني تركز معي يقول وان التكاليف هو الذي عجزت عنه الجبال ومن جملته انني اذا رأيت القدر يجري بما لا يفهمه العقل الزمت العقل الاذعان للمقدر فكان من اصعب التكليف وخصوصا فيما لا يعلم العقل معناه كايلام الاطفال وذبح الحيوان مع الاعتقاد بان المقدر لذلك والامر به ارحم الراحمين فهذا مما يتحير العقل فيه فيكون تكليفه التسليم وترك الاعتراض فكم بين تكليف البدن وتكليف العقل ولو شرحت هذا لطال غير اني اعتذر عما قلته وفأقول عن نفسي ما فأقول عن نفسي وما يلزمني حال غيري يعني هو يتكلم عن نفسه اما غيره فلا يتكلم عنه اني رجل حبب الي العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به ثم لم يحبب الي فن واحد منه بل فنونه كلها ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه بل اروم استقصاءه والزمان لا يسع والعمر اضيق والشوق يقوى والعجز يظهر فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرت ثم ان العلم دلني على معرفة المعبود وحثني على خدمته ثم صاحت بي الادلة عليه اليه فوقفت فوقفت يديه فرأيته في نعته وعرفته بصفاته وعاينت بصيرتي من وعاينت بصيرتي من الطافه ما دعاني الى الهيمان في محبته وحركني الى التخلي لخدمته وصار يملكني امر كالوجد كلما ذكرته فعادت خلوتي في خدمتي له احلى عندي من كل حلاوة فكلما ملت الى الانقطاع عن الشواغل الى الخلوة صاحبي العلم اين تمضي اتعرض عني وانا سبب معرفتك به فاقول له انما كنت دليلا وبعد الوصول يستغنى عن الدليل قال هيهات كلما زدت زادت معرفتك لمحبوبك وفهمت كيف القرب منه ودليل هذا انك تعلم غدا انك اليوم في نقصان اوما تسمعه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما ثم لست تبغي القرب منه فاشتغل بدلالة عباده عليه فهي حالات الانبياء عليهم الصلاة والسلام اما علمت انهم اثروا تعليم الخلق على خلوات التعبد لعلمهم ان ذلك اثروا عند حبيبهم اما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه لان يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم فلما فهمت صدق هذه المقالة تهوست على تلك الحالة وكلما تشغلت بجمع الناس تفرق همي واذا وجدت مرادي من نفعهم ضعفت انا فابقى في حيز التحير مترددا لا ادري على اي القدمين اعتمد فاذا وقفت متحيرا صاح العلم قم لكسب العيال وادأب لتحصيل ولد يذكر الله فاذا شرعت في ذلك قلص ضرع الدنيا وقت الحلب ورأيت باب المعاش مسدودا في وجهي لان صناعة العلم شغلتني عن تعلم صناعة فاذا التفت الى ابناء الدنيا رأيتهم لا يبيعون شيئا من سلعها الا بدين المشتري وليت من نافقهم او رآاهم نال من دنياهم بل ربما ذهب دينه ولم يحصل مراده فان قال الضجر اهرب قال الشرع وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت وان وان العزم ان فرد قلت قال فكيف بمن تعوله فغاية الامر انني اشرع في التقلل من الدنيا وقد ربيت في نعيمها وغذيت بلبانها ولطف مزاجي فوق لطف وضعه بالعادة فاذا غيرت لباسي وخشنت مطعمي لان القوت لا يحتمل الانبساط عساس انه فقير ما عندوش يعني نفر الطبع لفراق العادة فحل المرض فقطع عن واجبات واوقع في افات ومعلوم ان لين اللقمة بعد التحصيل من الوجوه المستطابة ثم تخشينها لمن لم يألف سعي في تلف النفس فاقول كيف اصنع ومن الذي افعل واخل بنفس في خلواتي واتزيد من البكاء على نقص حالاتي واخل اصف حال العلماء وجسمي يضعف عن اعادة العلم وحال الزهاد وبدني لا يقع على الزهد وحال المحبين ومخالطة الخلق تشت تهم وتنقش صور المحبوبات من الهوى في نفسي فتصدأ مرآة قلبي حاجة غم يعني وشجهة المحبة تحتاج الى تربية في تربة طيبة تسقى ماء الخلوة من دولاب الفكرة الدولاب الوساقية ثاني وإن وإن أثرت التكسب لم أطق وإن تعرضت لأبناء الدنيا مع أن طبعي الأنفة من الزل وتديني يمنعني فلا يبقى للميل مع هذين الجاذبين أثر ومخالطة الخلق يؤذي النفس مع الأنفاس فلا تحقيق التوبة أقدر عليه ولا نيل مرتبة من علم أو عمل أو محبة يصح لي فإذا رأيتني كما قال القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء تحيرت في أمري وبكيت على عمري وأنادي في فلوات خلوات بما سمعته من بعض العوام وكأنه وصف حالي وحسرة كم أداري فيك تعثيري مثل الأسير بلا حبل ولا سيري ما حيلتي في الهوى قد ضاع تدبيري لما شكلت جناحي قلت لي طيري شكلت جناحي أي ربطته ربط الجناح ثم قال له طر يعني هذه الخاطرة كما سمعتم هي نفثات مصدور وأنات مقرور وأنين مكلوم ونغمة مغموم عذبته الهمة العالية يريد أن يستمتع بكل شيء يريد أن يستمتع بالعلم ويريد أن يستمتع بالدنيا لأن ابن الجوزي كان من المترفين نشأ في الترف برغم أن والده مات ولا يعرف عنه شيئا وتخلت عنه الأم فأخذه وصيه ورباه وطاف به على حلقات العلم لكنه كما قلت نشأ في الترف والراحة في العيش وذلك لما الروافض أوقعوا به في آخر حياته وسجنه الخليفة خمس سنوات وحده يغسل ثيابه بيده ويطبخ لنفسي يعني كان عذابا أليما بالنسبة لابن الجوزي وهذه يعني محنة ربما نعرج عليها في أثناء الكلام عصب الخاطرة يدور حول هذا المعنى همة عالية مع بدن لا يقوى على حمل كل هذا فهو من همه والذي ينظر إلى ابن الجوزي ومصنفاته يرى أنه كان من أكثر علماء الإسلام تأليف يعني له ستمائة مؤلف ما بين مجلدات كثيرة قد تصل إلى أربع تشر مجلد وما بين عدة ورقات لكن عيب هذه المصنفات كما صرح أهل العلم أن ابن الجوزي لسيلان ذهنه كان يكتب الكتاب ولا يعتبره لا يرجع إليه مرة أخرى فبالتالي بيحصل فيه أخطاء علمية وقد يحصل فيه تناقضات ما بين كتاب وآخر لأنه ممكن يكون ما بين كتاب وآخر أكثر من أربعين سنة فينس فينسى المرء ما كتبه أو ربما زاد علمه فاجتهد في الآية أو في النص اجتهادا آخر يليق بنضوجه العلم فيخالف ما سبق أن ذكره منذ أربعين سنة مثلا في كتاب وهكذا وآفة الواعظين الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة وزيك أنت بتسمع أي واعظ خلي بالك تماما منه لي يحمل في جعبته حيات وآفات وآفاعي وتعبين ليه كل الأحاديث دي لحيث ضعيفة الموضوعة المنكرة دي كلها آفات كلها فلو نضغط مثلا إلى كتاب إحيال ومدين لأبي حامد الغزال اللي هو يعتبر عمدة أغلب الواعظين ليس في مصر رحدها بل في بلاد أخرى كثيرة ليه فيه كل مدهش ومستغرب وغير بتاع مثلا قوت القلوب والكلام ده معرفة علام الغيوب حتلاقي بأي حاجات في منتهى الغرابة قصة أنا كنت سمعتها زمان وبعدين على الفضائيات من كم يوم كده وجدت رجلا ممن يدعون العلم ذكرها ومبسوط أوي وتقريبا كل اللي عادين قدامه بصمجية يعني لأن ثلاثة أربعة ملوفين أم فتح بقوهم كده لمدة مثلا خمس ثواني ولا حاجة وقصة أي رجل شم مريح العلم وعنده ذوق في العلم يستحيل يسدها قصة إن ابن أم مكتوم إذن المفروض إن جاء خبر بها حدثنا فلان عن فلان بس نعرف حاجة طالما ابن أم مكتوم وده صحابي والقصة وقعت له يبقى لابد إن يكون فيها خبر مسند يعني ابن أم مكتوم كما تعلمون كان أعمى وبعدين رايح المسجد خطرش تعرف طرش يعني يعني رزع أظن يعني وقع على وش صعبة دي يعني مش لازم أجيب لي سالة عرب أفتح لكم بقول لكم طرش يعني وعمي يعني والكلام ده وقع على وش فلما وقع على وش طبعا اتعور فالدم بقى غرق وش وقعت بقى يعني يغسل دم وحاجة كده وبعدين راجع البيت ما رايحش المسجد تاني يوم أعاد الكرة وراح يصلي ف لقى واحد أمشيله على كفوف الراحة كده قال له تراح فين قال له راح الجامعة فشل وقع على عتبة الجامعة وحطه قال له انت قدام الجامعة قال له جزاك الله خير وانت يعني نعم الرجل يالله بقى نصلي الجامعة قال له انا مصليش قال له ازاي ما تصليش تيجل حد باب الجامعة وما تصليش قال له انا مصليش قال له لا بقى قول لانت مين بقى ده منظومة غريبة قال له انا إبليس طبعا طبعا الاكشن ده ما فيش حد يتوقعه يعني إبليس يشيله وحطه قدام باب الجامعة طب إبليس المفترض انه بيدل الناس على السيئات وانبهد للدنيا وعمال يوز في الناس والكلام دوت ومش عايز يبطل ما هوز وبطل وكده يعني ف قال له طب انت ايه ايه لخليك تعمل معاه هذا الخير يعني قال له بص بصباحة كده انت لما خدت الترشي اياه ها نص زنوبك غفرت فانا خوفت تقع النهاردة زنوبك كلها تروحي بعمل يروح على فشوش ها فقهي برضه ها تخيروا بقى لما يكون انسان طالع في قناة فضائية وعمال يخاطب الناس بالوعظ ويقول له هذا الكلام اللي هو الكسيح اللي ما فيش حد ممكن يصديقه يعني فبضاعة الوعاظ معظم الوعاظ تليها الاحديث الضعيف والمنكر والموضوع ابن الجوزي رحمه الله مع انه كتابان كتاب اسمه الموضوعات وهو من اوائل الكتب التي صنفت في جمع الاحديث الضعيف ايضا الاحديث الموضوع او المكذوبة او الباطلة او المنكر او الكلام ده وكتاب اخر اسمه كتاب الواهيات او الاحديث الواهية العلل المتناهية في الاحديث الواهية ده اسم الكتاب احنا بنقول عليه الواهيات بنختصر يعني الاسم يعني فوضع هنا ما وضعه هنا فلم يفرق بين الواهي والموضوع ما المفروض في تفرقة بينهم من جهة الاصطلاح يعني وتلاقي كثير من الاحديث التي ذكرها في الواهيات يحتج بها في كتب الوعظ ومنها كتاب صيد الخاطر واحنا كلما مررنا على حديث ضعيف قلنا هذا ضعيف وذكرنا علته وخرجناه الكامده فيما مضى من الزمان يعني فبرغم انه كما قلت بيألف الموضوعات والواهيات الا انه حشى كتبه بالموضوعات وبالواهيات السبب في كده انه كان مكثرا سيال الذهني يؤلف الكتاب وينساه ينسى ان نؤلف الكتاب بخلاف يعني الذي يحرر الكتب يعني يؤلف الكتاب ويفضل يراجع وينقح ويعيد ويزيد ويشطب ويكتب عبارة اخرى والكلام ده برضو دي بتفرق كتير في قيمة الكتاب العلمية يعني لو تشوف هزهل حفظ من حجر عسخلاني في كتاب فتح البار نفسه في اول حديث كنفسه في اخر حديث برغم ان البخاري كتاب متعب متعب لان ليس ذلولا لم يذل للبخاري لشراحه الا بالجهد ليه لانه صاحب صمع وكان يميل الى الشفرة يدرب ذهن القارئ يسوفوش كده داخل دجري على المعنى اه في اشياء واضحة في البخاري صحيح لكن في اشياء كثيرة غامضة اختلف فيها العلماء ما هو مراد البخاري منها فاكتاب متعب فالحفظ من حجر غاب خمسة وعشرين سنة انفقها من عمره في هذا الكتاب البدر العيني في كتاب عمدة القاري بدأ بعد ابن حجر تقريبا بعشر سنوات وخلص قبل ابن حجر ليه تلاقي التلت الأولاني من عمدة القاري ابن البدر العين طاير باجناحين في السماء يحلق كالنسر وبعدين مل مش عارف يمشي بنفس القوة وراء بهذه الخطة الثابتة كما كان في اول الكتاب فبدأ يقلل من الايه يقلل من الشرح يختصر مل لحد ما توصل لاخر الكتاب تشعر انها حاشية ليس شرحا كذلك شرح النووي على مسلم النووي كما قال ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية ايه النووي اخذ شغل ابن الصلاح والقاضي عياض فلما انتهى عملهما قل عمله فهو في الاصل واخد الشرح بتاعه من الكتابين دول خد بقى النصف النصف من صلاح مسلم وانت ماشي تلاقي النووي يمر على الباب كله لا يذكر الا ثلاثة اسطر الباب ده مسلم سعد بيتطول يعني الباب ممكن يبقى طويل ليه بيجيب شواهد ومتابعات واسانيد والكلام ده فتلاقي الباب الواحد ده فيه مثلا خمسة عشر حديثا خمسة عشر حديثا تلاقي النووي كاتب ثلاث سطور او تلت صفحة ليه ما بذلتش مجهول وذلك شرح النووي ده حاشية ليس شرحا يا صحيح مسلم لم يشرح حتى الان وانا كانت احد امنياتي لكن تفرق اهمي زي ابن الجوز كده تفرق اهمي كنت عملت حوالي واحد وسبعين مجلسا في صحيح مسلم وصلت للحديث رقم تسعين في كتاب الايمان وكنت برضو شغال ونافش ريشي والكلام ده وكنت اعتمنى ان انا اعمل شرح على مسلم زي فتح الباري بالضبط بس كتاب مسلم يتعبك عن كتاب البخاري ليه لانه الصنع الاسنادية فيه اكثر بكثير من البخاري والاعتراض على مسلم اكثر من الاعتراض على البخاري فانت مطلوب تجيب جوبة لهذا الاعتراض وتبين صنعة مسلم الى اخره فانا عايز اقول اكتاب فتح الباري احنا نسميه قاموس السنة اللي نفسك فيه هتلاقيه في اي فرع من العلوم الشرعية في الغالب فيبقى ده كتاب بيفضل طول عمره زي الجوهرة سبيك الدهب غير لما يبقى عندك ايه كتب كتير جدا وبتنقل من كتب الناس والكلام ده ولا تحرر المسالة طبعا انا لا اقلل من قدر كل كتب ابن الجوزي لا فيه كتب محترمة وقوية وجيدة لكن الغالب عليها انه كان يؤلف الكتاب وايه وينساه لذلك كانت تكسر فيه الحديث الايه الضعيفة والموضوع والمنكرى فالذي يقرأ كتب الوعظ لابن الجوزي لابد ان يكون على حذر اقول كتب الوعظ بالذات وسائر كتوه ايضا لابد ان يكون على حذر من الاحاديث ولابد ان يتثبت فيه يعني صحتها او ضعفها او مرتبتها عموما فهو ابن الجوزي في بعض مجالسه تأوه وامطلع منه الكلمة دي لقال لو ان الجبال حملت ما حملت لعجزت تعجزت قال فلما عدت الى منزلي قالت لي النفس كيف قلت هذا وربما اوهم الناس اي ربما اوهم كلامك هذا الناس ان بك بلاء وانت في عفية في نفسك واهلك وهل حملت الا التكليف الذي يحمله الخلق كلهم شو معنى انت يعني بتتوجع كل اللي عادين قدامك برضو التكليف القرآن والسنة الاوامر والنواهي هم مطالبون بها ايضا فما وجه هذه الشكوى والمفروض انك انت شامة وربما يدعو هذا الكلام الى تيئيس المستمع تيئيس المستمع الا ان يكون صاحب بصيرا لما انا اقول مثلا اتوجع مثل ابن الجوزي ممكن يقول بعض التلامذة طب ما انحن نعمل ايه ها فيوم يحصل لنوع من اليأس الا ان يكون بصيرا فانت بهذا بتضر هؤلاء المستمعين او ربما يرثي لحالك بعض الناس وكتم البلاء نعمة لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من شماتة الاعداء في اخر الصلاة وكان ادعو يستعيد بله من شمات الاعداء فطول ما انت في عافية وظاهر امام الناس في عافية وانت محترم اول ما تذكر شكواك لأحد بتبقى سيرتك على كل لسان طب هذا يا سرك لا كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول ولا تشكي الداء الا لمن تجد البرأ عنده اوأ تروح تفطفض مع واحد لا يرفع الداء عنك ليه فضحت نفسك وكان يظنك في عافية ولم تستفد منه شيئا يبقى اكتم هذه الشكوى وصرح بها لمن تعتقد انه يرفع داءك لكن مش كل الناس يبقى انا ماشي كالكتاب المفتوح كل عماله مصمص شفيفه عارف الرجل ماشي ده والله ده غلبان غلب ده حنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعياله بيعمله فيه كذا ومراته بتعمل فيه كذا وشعفين والله غلبان والله اي يعني لما قاله غلبان وعنده مصمص شفيفهم علي ما الذي استفدته انا الا الفضيحة ها فالمفترض ان حاجة زي كده الانسان يكتمها لممكن تهتي باثر سلبي او تفضح الانسان فنفسه ما كانت تدعه يعني يتكلم بالكلمة الا وتراجعه مرة اخرى تقول لي ايه وجه هذه الشكوى وانت ما عندكش راجل فيه عافية والخليفة كان بيصلي عنده الجمعة فتخيل بقى الخليفة لما يكون بيصلي بالصف الان عند ابن الجوزي ده حاجة بقى اوباها يعني فاجبتها اني لما عجزت عما حملت قلت هذه الكلمة لا على سبيل الشكوى ولكن للاسترواح الاسترواح انك انت تروح نفسك ها تستريح يعني زي ما انت بتسعى تقول اه اه وتقول كده وانت الوحدك يعني مش يستنى حد يطبطب عليك يعني وانت الوحدك كده عملت تأوه وممكن ترفع صوتك بالتأوه بيريحك انك انت تفطفض حتى مع نفسك غير لما تكتم تبقى عندك الام وشجون والكلام ده وتكتم دا هذا يعذبك اكثر فبيقول انا يعني ما ما قلت الا كما قال السلفنا كان كان الوحد من يقول ليتني ايه ليتني لم اخلق والكلمة دي قالها عمر لما تعن في بعض الروايات يعني لان القصة دي لها طرق كثيرة ولها الفاظ وزيادات وكده فلما تعن عمر قال ليت ام عمر لم تلد عمر ليتني كنت خروفا ذبحاني اهلي سماني اهلي وذبع يخيف مني ليه خيف الحساب يخشى الحساب حتى قال لابنه عبد الله كما في بعض الروايات يا بني ضع خدي على الارض نزل لي منع السرير وضع خدي على الارض لعل الله ان ينظر الي فارحمني ليه لن خلع النايشين خلع النايشين خلص كان امير المؤمنين ما عادش امير المؤمنين خلاص رجل بيستقبل اخرة فامير المؤمنين دي انت ترميها وراء ظهرك انت لك اي ردبة في الدنيا العالم الفلاني زميلي المشعار في الجراحين والمكحكحين والمشعار فيه الكلام ده ارم كل ده وراءك لانه لن ينفعك شيئا شيئا من هذا لا ينفعك شيئا من هذا الوافق اللي هو جاء بعد المعتصم ما لم يعمر يعني في الخلافة الا سنتين ثلاثة كده حاجة بسيطة فلما اشتد به الوجع قال لهم حطوني على الارض ضعوا خدي على الارض ثم قال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه خلاص يلقي الناشين لان الناشين مش هتنفعه في ال في ال امام الله عز وجل فيقول يعني ان وابو ذر ايضا قال نفس الكلمة معناها كلمة معناها يعني ليتني كنت خروفا لأهلي سمنوني وذبحوني واكلوني واسترحت ليه من هول الحساب فكثير من الصحابة والتابعين وتابعيهم كانوا يكررون مثل هذا الكلام شفقة من الحساب وإلا ما فيش حد ربنا سبحانه كرمه ويعني يقيم يعني قدميه على الصلاة المستقيم يقول ليتني كنت خروفا ليه لاني نعيم الجنة الذي اعظم نعيمها رؤية الله عز وجل لا الواحد ما يقولش ليتني كنت خروفا ولا كنت مسألة ريشة ولا كنت ترابا ولا الكلام وكان لك كفر لكن لواحد الله عز وجل هداه دا ينتظر ينتظر بقى نعيم الجنة ليتمتع كما تعبده تعبده خايف خلاص يعني ستبقي عصى الترحال وتقدم على أرحم الراحمين الذي كنت تعبده والذي هربت في شرق البلاد وغربها حتى تحقق العبودية له سبحانه وتعالى فكانه يؤمله في المسألة فهو ابن الجوز يقول أنا ما قلتها على سبيل الشك لكن قلتها على سبيل استرواح أنه بيريح نفسه بمثل هذه الكلمة ثم قال ثم من ظن أن التكاليف سهلة فمعرفها أترى يظن الظن أن التكاليف غسل الأعضاء برطل من الماء أو الوقوف في محراب لأداء ركعتين هيهات هذا أسهل التكاليف طبعا لفظة التكاليف نفسها في كلام من جهة يعني مشروعية يعني يقولها المرء لأنها لم ترد في كتاب الله إلا من فيه ليست مثبتة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتها ولا نكلف نفسا إلا وسعها فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك فكلمة تكليف جاءت منفية لأن من جملة التكليف الإيمان والعمل الصالح هو ده التكليف وإنما يجد المرء راحة نفسه وراحة قلبه في الإيمان فإنما تكليف إزاي إنما التكليف ما فعلته بكلفة وبمشقة يقال عنه تكليف لكن أكثر الفقهاء والمتكلمين أطلقوا لفظة التكليف على اعتبار التكليف المطاق ما هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا انكلفها بما في وسعها فهو خدوها من هذا من هذا الاعتبار مش التكليف اللي هو يعني فيه نوع من المشقة الشديدة والكلام ده والتكليف أو الأحكام الشرعية سواء كانت خرجت على سبيل الأمر بأصنافه والوجوب والاستحباب واللباحة أو النهي بصنفيه أو أصنافه كما عنده الحنفية المكروه يشققوه نصين والبرد أو يذكروا نوعين فيه والحرام يذكرون أيضا نوعين فيه محرم اللذاتي محرم اللغير مكروه تنزيق كراه التنزيق كراه التحريم على التشقيق الأصولي المعروف الكتب يعني فهو كل هذه الأوامر والنواهي فيها مشقة أن يستديم المرء عليها ويجاهد شيطانه أن يفعل ما يريده الله وما يحبه سبحانه وتعالى فهي جاية من هذا الباب يعني أنا أعيز أقول ما أنا لا أخط من يقول عن الأوامر والنواهي أنها تكليف يعني لكن بدي معلومة عشان ما تبقاش المسألة مغلوطة بل راحة المرء وسروره وحياته الحقيقية أن يؤمن بالله عز وجل وأن يتحمل تبعات هذا الإيمان الإيمان خليك ممكن تشرط في جنبات الأرض أنت مؤمن بمبدأ معاير ممكن تجوع وتعتش وممكن تقتل كل هذا يعني كما يقال تكاليف الإيمان لكن كلما ازداد المرء إيمانا كلما استمتع ما يبقاش تكليف تمام يقول التكليف ليس هو أنك أنت تتوضى لتصلى ركاتين مش ده التكليف معنى أنا أسجل اعتراضي يعني على هذا أيضا لأن ابن الجوزي إنما همش هذا النوع ليصل إلى ما يريد وسعاد يكون من مذاهب أهل العلم أنه إذا رأى الناس غلوا في شيء يحط منه حتى لو كان جيدا خشية أن يخرج الغلو الناس إلى ما يضاد الشريعة يعني اللي بيقرأ مقدمة صحيح مسلم وعمل يقول أن فيه واحد كده بيقول في مسات المعاصرة والكلام ده وسوء الروية وسوء الطوية وصفة ونعت وعمال يحط عليه طب هو اللي قال الكلام ده قطعا عالم قطعا مسلم يقصد عالما ما كتير آل يقصد البخاري وبعضهم قال يقصد علي مديني وبعضهم قال يقصد رجلا مرموقا من أهل عصره لكن لا علي مديني ولا البخاري وهذا ما أميل أنا إليه أنه قصد عالما كبيرا جليلا لكن لم يسميه تمام ليه رأى أن التزام هذا الشرط سيضيع شطر السنة النبوية لا أنا عندي حفظ السنة مقدم على هذا العالم أكله وخلص لكن السنة متروحش عشان حطيت لي شرط ويزعم أنه شرط كل العلماء إلى آخره عندك مثلا لما دخل النساء دمشق وحدث بكتاب خصائص علي بن أبي طالب أي بفضائله رضي الله عنه وده كتاب الخصائص كتاب من جملة السنن الكبرى للنساء وأفرده النسائي فلما دخل دمشق تعرفين دمشق ده معقل النواصب الجمع النواصب اللهم ضد الشيعة يعني الشيعة تشايون العلي بن أبي طالب والنواصب يتعصبون لعثمان فأول ما دخل النسائي في دمشق أم قرأ كتاب خصائص علي ولم يكن صنف فضائل الشيخين أبي بكر العمر آنذاك فتخيل بقى لما يكون واحد دخل حط ييده في عش الضبابير يعني جاء عند النواصب وحدث الفضائل علي ها اللي هم مش حبينه يعني أو متحملين عليه أو شايفينه ولطان حتى ما حدست الفضائل عثمان حتى يعني سبح ضد التيار فأنت لما تشوف واحد أول ما يدخل في معقل النصب يحدث بخصائص علي تتهم التشيع ولا لا تتهم التشيع ولذلك من اتهم النسائية بتشيع اتهمه لأجل هذا لكن النسائي الحمد لله براءه الله عز وجل من هذا الحمد لله لكن ايه سؤل للنسائي تليه عملت كده ولم تحدث مثلا بفضائي المعاوية أو مثلا فقال دخلت دمشق والمنحرف عن علي بها كثير فصنفت هذا رجاء ان يهديهم الله تعالى وذلك بدأ بفضائي العلي قبل بفضائي الشيخين لان الشيخين ما فيش حد مختلف عليهم حتى الشيعة بتوع زمان لان التشيع نوعان التشيع السائر اللي كان موجود في الافاضل لعدة الافاضل وتشيع الرفض اللي موجود عند الجماعة الموجودين النهار ده في ايران اسمه الرافض دول الرافض دول لا كرامة ارمي في الارض ده حتى من السن اللي فاتت افتكرت الشيط ما كده كان الناس اجتموها البعض في الارياف عندنا لم أعرفها والله اللي ما اديته ادن الله يقول له يا ابن الرفض اه انا كنت اسم ابن الرفض دي بس ما عرفش ايه ما عرفش ايه الرفض دي لحد ما جات كلمة روافض والكلام دي كانت شتيمة كانت سبة يقول له ابن الرفض ها فهو الروافض دول هم الذين يحطون على بكر عمر بل الموجودين الجماعة الموجودين دول بيكفروا بكر عمر وكل جبت وطغوت في القران بل جبت ابو بكر وطغوت عمر والكلام دي فالنسائي ألف ده كان قصد النسائي من هذا التأليف وإلا سئل النسائي عن رجل يتناول معاوية رضي الله وعند متكلم في معاوية فقال إنما الإسلام دار والصحابة الباب فمن نقر على الباب إنما أراد الدخول ها ومن أراد الصحابة أراد الإسلام يبقى اعتقاد النسائي في معاوية رضي الله عنه هو هذا الاعتقاد لما واحد قال له في المجلس بقى لما أحدث بخصص علي يعني قرابة 200 حديث قال له إيه قالها تحدثنا بفضاء المعاوية مش كفاية كده العمال كل شوية تقول لي علي 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 ما تقول لي حاجة في معاوية وكده فقال ماذا أقول لك لا أشبع الله بطله عايز نقولها لك يعني وارغولك الرواية دي تعجبك يعني ده يشير إلى حديث في صحيح مسلم من حديث عباس لما قال أرسل النبي صلى الله عليه إلى معاوية فجئته فجئته يأكل قلت النبي يريدك لما أشبع أما أكل يعني أما أكل هروح له وابن عباس النسي الموضوع كان صغيرا في السن قاعد يلا مع الصبيان ومش حال فيه بتاع فالنبي صلى الله عليه وسلم مسكوا كده من ودانه قال له مش قلت لك يعني اذهب فرح له تاني قال له أنا باكل فالنبي قال لا أشبع الله بطنه تمام فالنسي يقول له يعني عايزنا أقول لك الحديث ده يصر كعنة أقول لك مناكات ما عليك ساكت ها يعني هو عايز يقول له كده طبعا العلماء ذكروا هذا الحديث ولهم عليه كلام في تأويله قالوا جاب حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أَوَمَا تَدْرِينَ مَا شَرَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي قُلْتُ أَلَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرَ يبقى خلاص لا أشبع الله واطمار دي زكاة وأجر ها يعني مش ويبتخرج الكلمة زي مثلا ساكلتك أمك والكلام ده ساكلتك أمك ما هي برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل المعاذي بن جبل ولأبي ذر جمعنا الصحابة معين ساكلتك أمك يعني فقدتك أمك بدي بقى كلمة تجري على اللي كلمة تجري على اللسان المهم هو النساء للكلمتين دول آموا عليه بقى فضلوا يضربوا يضربوا حتى قتلوا قتل النساء بسبب إيه بسبب هذا إيه الكتاب الذي حدث به الشاهد اللي أنا عايز أقوله أنه لما أظهر أن معاوية أقل من علي ما كان يقصد الغضة من معاوية لأنه قال لك الإسلام دار والصحابة الباب لكن لما رأى غلو هؤلاء حب يكسروا شوي يكسروا بحيث أنه لو تركه يغلو لكان كالفرس الجامح ما نعرفش نوقفه فيوم يغض شوي من هذا الرجل برضو لمقصود شرعي زي ما عمل الشافيع مع مالك تعرفين شافيع كان في بغداد وألف المذهب القديم الشافيع عنده القديم والإيه؟ والجديد المذهب القديم ألفه في بغداد ولما جاء إلى مصر قاعد بقى القواعد وكتب الكتب وأمل الكتب والكلام ده وبقى مذهبه المذهب الجديد المعتمد اللي هو كلام الشافيع في مصر مصر كانت مالكية كان فيها محمد بن عبدالله بن الحكم وكان فيها أشهب بن عبدالعزيز وكان فيها جماعة من الملكية الفطاح والشافعي يشاركهم في التلمذة على مالك لكن هؤلاء تبعوا مالكا في اختياراته أما الشافعي فهو مجتهد مطلق كان يأخذ كلام من تقدمه من العلماء ويعرضه على الأصول ويعرضه على عقله وعلى فهمه والكلام ده فيخالفهم في أشياء فلما علم المالكية أن الشافعية نزل إلى مصر تجهموا في وجهه أبلون كالشرين إيه اللي جابك فالشافعي لمح لمح كده الكراهية في وجوه أقرانه من الذين أخذوا على مالك فأم رايح دخل داره أم آفل على نفسه الباب إسبوع إسبوعين ثلاثة أهلها فين الشافعي فذهب التلمذة الشافعي قالوا نتقين لم أعدك قالوا والله أنا أخشى يقولون يعني ذهب جائن ليطغى بفقهه على فقه مالك ومش عارفه كلام ده حتى أن أشهب بن عبد العزيز كان بيد عليه في صلاة في سجوده وأشهب هذا من فضلاء العلماء كان وهو ساجد يقول اللهم أمت الشافعي حتى لا يذهب علم مالك واخد بلك يعني حتى شفعي له أبيض في هذا تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ الأخرى مثلها فكأن قدي إذا أنا مت تهيأ أنت كمان متى روحك وراي على طول سبحان الله مات الشافعي ومات بعده أشهب بثمانية عشر يوم يعني ملحقش يعني كله إيه كله وراي بعض وقل تبتد عليه بالموت والمدعى وقل لنا حنموت تمام فهو كان بقى الشافعي يعارض مالكا يعارض مالكا في هذا في تعصب لمالك والكلام حتى ممكن يكون ضد النص ولا حاجة أو إن مالك ومالك ليس بمعصوم يعني فالشافعي يوم يحط أو يغض بقصد شرعي لا حقدا ولا حسدا ولا ولا إلى آخر إذن من الممكن علشان بس كلامة ابن الجوزي كل مفهوم إني أتظن أن التكليفة مش عارف في ركعتين ورطل من الماء وبتاع هو ده التكليف لا ده التكليف أصعب من كده فحط من هذا لا لأنه ليس تكليفا أو أنه صعب لا إنما أراد أن يهيئ لتكليف العقلي فأمغض من هذا ليظهر ذلك ماشي وإيه العلماء في كلامه في محامل لأهل العلم وأنا أذكر شيئا يعني في آخر هذا الدرس في قولي تعالى وهو بيدور نحو التكليف برضو وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن عبد الرزاق في التفسير ومن طريق ابن جريد الطبري والحاكم صححه برضو من طريق معمر بن راشد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس الإسند ده شكله إيه صحيح ولا نوم نروح معمر بن راشد ماشي ده كلامة ابن معي يعني معمر بن راشد إمام الأئمة ابن طاوس عبد الله ثقة إمام أبوه طاوس كيف هي اسمه طاوس وبعدين ابن عباس الحبر يبقى الإسند ده صحيح تمام قال ابتلى الله إبراهيم بخمسة في الرأس وخمسة في الجسد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات الخمسة اللي فيه الرأس قال لك فرق الشعر والمضبضة والاستنشاق والسواك وحاجة كمان اللي في البدن قال لك الختان سمى خمس حاجات يعني فالشيخ محمد راشد الريضة رحمه الله في تفسير المنار عندي الآية دي ذكر كلام كلام شيخيه شيخ محمد عبده وكان مفتياً أنا ذاك إن ده كلام فارغ ودسه اليهود علينا ولا يمكن حد يقبل هذا الكلام بقى هل يمكن لنبي اختاره الله عز وجل وهيئه ليكون إماماً للناس لما يبتليه يبتلي بالمضبضة والاستنشاق ويفرق شعر راسه ها الكلام ده كلام غير مقبول ورفض المسألة دي وبعدين رشيد رضي قال إيه فأرسل إليه رجل من أهل سورية أنا طبعاً عرفت الراجل ده مذكور في كتاب نموذج من الأعمال الخارية لمحمد مونير الدمشقي مذكور خطاب هذا الرجل لمحمد عبده وهذا الرجل كان مفتي بيروت يعني هو يعادل محمد عبده في المنصب الرسمي أرسل قال له إزاي تقول هذا الكلام وابن عباس ده حبر الأمة ومش عارفه الكلام ده وبتاع والشيخ محمد عبده قرأ لإيه الاعتراض بتاع مفتي بيروت وقام إيه كاتب على الخطاب إيه الشيخ رشيد رضي يرده على هذا الحيوان أنا طبعاً شعر بدني من الكلمة لأن حتى لو كنت أنا معطرب ما أقولش الحيوان والشيخ رشيد رضي كتبها كده يحول هذا يرد على هذا الحيوان الشيخ رشيد رضي طبعاً هو المسألة مش زي ما الشيخ معبد محمد عبده تصور أنه سهلة آه سهلة عليك لكن ما أدرك أنها كانت سهلة على إبراهيم وهذا صح إلى ابن عباس رضي الله عنه ممكن ربنا سبحانه وتعالى يمتحن الرجل بأشياء في استطاعة كل إنسان ويجعلها دليلاً على إيمان زي الاستئذام إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامعاً لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك هؤلائك الذين يؤمنون بالله ورسوله الأولى لما قلوا عن إذنك نروح البيت إيه الصعوبة اللي فيها إيه الغرابة يعني اللي فيها شلت أنا جبال على كتافي لما قلت له عن إذنك نروح البيت ربنا سبحانه يقول له في صورة النور إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فجعل الاستئذانة علامة الإيمان وأكدها كمان فما يجيش واحد يقول لي لا أصل المضمضة يشوف تف الماء ولا يفرق شعره بالمجد والكلام من أدراه أن هذا كان سهلا على إبراهيم عليه السلام زي إحنا بنقول في الاستئذان منتقل بساطة أقول له أنا رايح البيت هي دي بقى جعلها الله وعلامة الإيمان فأنا عايزة أقول أرجع وأقول دي يعني حاشية أنا تذكرتها وأنا باتكلم بمناسبة التكليف وكده عايزة أقول إن ابن الجوزي لما حط من قدر الوضوء مثلا أو مش حط يعني جعله سهلا وليس فيه أي تكليف إن كنت تتوضى إن كنت تتصل لركاتين في شيء تكليف ما قصد أن يضع منه إنما قصد أن يضع هذا ليبرز التكليف الأكثر وهو العبادات اللامعقولة المعنى لأن العبادات معقولة المعنى وعبادات لا معقولة المعنى وهذا إن شاء الله ما سنفتتحه غدا بإذن الله تبارك وتعالى إحنا هنسمي الخاطرة دي بعنوان نفثة مصدور بعنوان نفثة مصدور أو نفثة مصدور ماشي أو عنوانها نفثة مصدور بس عشان نطلع من خلاف النحوية مصدور يعني مصاب بداء الصدر حيفرق ها النفسة اللي هي النفخة أنت لما تكون بتنرفز وحطأ من جنابك بتعمل إزاي مش تنفخ هي دي نفثة مصدور نعم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم في بكرة إن شاء الله